في إطار زيارته الرعائية إلى مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية تفقد الأنباب خم المعاون البطريركي للأبرشية البطريركية للأقباط الكاتوليك في مصر المعهد الكاتوليك للعلوم الدينية للأباء العزريين الإسكندرية كان في استقباله أساتذة المعهد والطلاب خلال الزيارة تحدث الأنباب خم عن أهمية التكوين الديني في الكنيسة قائلا أن التكوين أوقات كتيرة بيخاطب الفكر يعني أنا بعلمك مثلا أن الله سلوس وبقول لك كل البرهين اللي من الكتاب المقدس ومن الأباء ومن 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 مصبوط كده حاجات تخاطب لإيه؟ الفكر العقل علشان تطنيعك وتخلي عندك لما تيجي تتكلم أو تشرح هذا الأمر يبقى عندك المحتوى أنك تتكلم على ده وده اللي بنعمله في المعاهد بتاعتنا كما تساءل عبر تيرلومير ونرسات كيف ننمي إرادة التكوين عند الشبان أنا دائماً بفكر بكل بساطة أن التكوين لازم يكون تكوين على مستويين تكوين فكري عن طريق تعليم العقائد البراهين اللي نقدر نقول اللي هي الطريقة الكلاسيكية في الفكر من ناحية العقائد والطقوس ولكن كمان في بعض تاني مهم بشعر أن الكنيسة محتاجة اللي احنا نبتدي نركز أكتر وأكتر عليه هو تكوين الإرادة بمعنى أن ما بين الفكر والإرادة ممكن تتولد جاب أو فجوة كبيرة الشخص يبقى عارف حاجة لكن مش قادر يعملها الإرادة زي ما بيقول القديس أغسطينوس بتتولد وتتنمى بالحب أما الأساتذة والطلاب فأشاروا إلى أهمية المعهد في تكوين خدام مدرس الأحد بالإسكندرية الشباب عنده إغراءات كتيرة خارج الخنيسة فبيحاول يجروا وراء الإغراءات دي ولكن من خلال دراستي في المعهد أعرفت أنا إزاي أجذبهم نرجعوا تاني للدراسة من خلال المواد الشيقة اللي بتقدر تجذب مجموعة الشباب لها عرفتنا إزاي نعرف نتعامل مع أولادنا أولاد مدرس الأحد مع مراحل الاختلاف في عمرهم فإحنا من خلال دراسة علم النفس بدأنا نميز ونتعرف إزاي نتعامل مع كل طفل على حد مستوى في فتفة السيف عملنا لقاء في بوج العرب ودعينا كل الشباب فجلنا حوالي 250 شاب وشابة ومن هنا في خلال اللقاء ده خاطبناهم ووزعنا عليهم على أهمية المعهد والدباسة في المعهد وهتمينا بأننا نعمل تواصل معهم إشارة إلى أن المعهد قد تأسس العام 1960 بهدف تكوين وتعليم الخدام بعض المواد الدينية التي تشمل العقائد والطقوس واللهوت والتفسيرات الكتابية لتساعدهم في تطوير نموهم الروحي اشتركوا في القناة